السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث مع مادة الدراسات الاجتماعية ودرس جديد بعنوان إعادة الاستخدام الجزء الأول لنبدأ بقراءة أهداف درسنا لليوم يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية الدرس أن تكون قادرا على تعريف مفهوم التدوير وإعادة الاستخدام استنتاج أهمية عملية التدوير وإعادة الاستخدام هيا يا أبطال لنستمع لقصة زميلتنا مريم ووالدها يجب عليكم الانتباه جيدا للتمكن من الإجابة على الأسئلة التي تلي القصة أثناء قيام مريم بجولة مع أبيها في أحد الأسواق التجارية توقفت أمام الحاويات المخصصة لجمع المهملات لترمي منديلا ورقيا فيها وقفت قليلا أمام الحاويات واستغربت وجود علامات فيها ورق بلاستيك وزجاج ومن خلال العلامات الإرشادية استطاعت معرفة المكان المخصص للأوراق سألت مريم والدها لماذا تقسم هذه الحاويات إلى أقسام يا أبي؟ فقال والدها لأن ذلك سحل عملية الفرز التي تسبق عملية تدوير النفايات فتعجبت مريم وبدأت تفكر فيما قاله والدها تدوير النفايات فقال والدها أي إعادة استخدام هذه الأشياء بصورة أخرى للحفاظ على البيئة؟ وبعد أن انتهينا من قراءة قصة مريم ووالدها نفكر ونجيب على الأسئلة التالية السؤال الأول كيف استطاعت مريم معرفة المكان المخصص لرمي الأوراق؟ تأمل الصورة واستنتج الإجابة بارك الله فيكم من خلال العلامات الإرشادية الموجودة على الحاويات فهي مقسمة للمواد المصنعة منها ورق بلاستيك أو زجاج السؤال الثاني لماذا أجاب والد مريم عندما سألته عن سبب تقسيم الحاويات؟ من يجيب؟ أحسنت إجابة رائعة لتسهيل عملية الفرز التي تسبق عملية تدوير النفايات لإعادة استخدامها والآن يا أصدقائي من خلال الحوار الذي دار بيني وبين والدي في القصة السابقة لابد أنكم عرفتم المقصود بالتدوير وإعادة الاستخدام لنتأمل الصور التالية ونتعرف على المقصود بالتدوير وإعادة الاستخدام نلاحظ الحاويات التي تم تقسيمها لمواد مختلفة الورق، البلاستيك، والزجاج ومن ثم ماذا تتوقع عزيزي الطالب مصير هذه المخلفات؟ احسنتم، رائع يتم فرزها كما نشاهد في الصورة الثانية ومن ثم تحويلها لمنتجات مفيدة للإنسان إذن المقصود بالتدوير وإعادة الاستخدام معالجة المخلفات وتحويلها إلى منتجات مفيدة للإنسان أعزائي طلاب الصف الثالث لنستمع لطلب المعلمة نورة تفضلي أستاذ نورة مرحبا بكم يا أبطال أريد منكم التفكير وإعطائي أمثلة لمخلفات تم إعادة استخدامها بصورة مفيدة انتظار إجابتكم، فكروا جيداً والآن من يذكر أمثلة لمخلفات تم إعادة استخدامها بصورة مفيدة؟ أنا أنا معلمتي تفضلي يا مريم هناك نماذج كثيرة قمت بها في المدرسة لمادة الفنون البصرية وتم تزين أرجاء المدرسة بها كما تلاحظ في الصور على سبيل المثال أزرار الملابس بارك الله فيك يا مريم من يستطيع ذكر مثال آخر لمخلفات تم أيضاً إعادة استخدامها بصورة مفيدة؟ أنا يا معلمتي تفضلي يا حمد خلال حصة العلوم قمت أنا وفريق استقاء البيئة بإعادة استخدام بعض المواد البلاستيكية كقنان المياه الفارغة في زراعة بعض النباتات كما نشاهد في الصور التي أمامنا ممتاز يا حمد أحسنت عمل رائع افتح كتابك المدرسي صفحة 104 للإجابة على السؤال الأول ما المقصود بما يأتي؟ معالجة المخلفات وتحويلها إلى منتجات مفيدة للإنسان من يجيب؟ ممتاز إجابة صحيحة التدوير وإعادة الاستخدام طلاب الأعزاء لدى زميلتكم مريم تساؤل لنستمع لها سملائي أنا أفكر في عملية التدوير وإعادة الاستخدام هل لها أهمية؟ بالطبع يا مريم هناك أهمية لعملية التدوير وإعادة الاستخدام وسوف نتعرف عليها سويا من خلال الصور التالية تأمل الصور التي أمامك لتتوصل لأهمية تدوير النفايات ماذا تلاحظ؟ أحسنتم تلوث البيئة بطرق تخلص الإنسان من النفايات ترميها في المياه أو رميها بكميات كبيرة فتلوث البيئة حتما سيؤثر على جميع الكائنات الحية ومنها الإنسان فلذلك بدأ الإنسان يفكر في التقليل من التلوث بإعادة التدوير والحفاظ على البيئة إذن تكمن أهمية عملية التدوير في الحفاظ على البيئة من أخطار التلوث الناتجة عن طرق التخلص من النفايات طالب الذكي هل يوجد فرق بين الصورتين؟ نعم أحسنت نلاحظ في الصورة الأولى النفايات مسببة تلوثاً للماء أو الهواء والصورة الثانية بيئة صحية ونظيفة لدولتنا الحبيبة قطر تخلو من التلوث إذن يجب علينا أن نتخلص من النفايات بطرق علمية ومفيدة للإنسان لننعم ببيئة آمنة ومن هذه الطرق المفيدة إعادة التدوير وبعد أن تعرفنا على أهمية التدوير لنفكر في إجابة سؤال زميلتنا مريم أتساءل يا معلمتي كيف نتخلص من النفايات لنحافظ على بيئتنا؟ سؤال رائع يا مريم هيا بنا نتعرف على طرق التخلص من النفايات لنحافظ على البيئة فبلادنا قطر يا أبطال تهتم بالبيئة وبمعالجة النفايات بطرق آمنة حيث أن بلادنا قطر بها مركز لمعالجة النفايات بمساعيد والذي يعد أحد أكبر المراكز المتخصصة بالشرق الأوسط ويعمل وفق أنظمة بيئية تلبي كل متطلبات السلامة ويتم ذلك من خلال تجميع النفايات المنزلية كالورق والزجاج والعلب المعدنية والأطعمة وغيرها والمخلفات الزراعية وكذلك مواد البناء وغيرها من النفايات عن طريق السيارات المخصصة ومن ثم نقلها للمحطة فيتم فرس هذه النفايات وإعادة تدويرها أو يستفاد منها وكيف يتم الاستفادة منها يا أبطال؟ تأمل الصور التي أمامك بارك الله فيكم في إنتاج الكهرباء ومنها ما يستفاد منه في إنتاج السماد العضوي أو إعادة تدويرها لمواد قابلة للاستخدامات المختلفة أعزائي الطلاب لنجيب على السؤال الثالث في الكتاب المدرسي صفحة 104 اذكر أهمية عملية التدوير وإعادة الاستخدام بارك الله فيكم الحفاظ على البيئة من أخطار التلوث الناتجة عن طرق التخلص من النفايات دون إجابتك بخط جميل ختاماً تعلمنا في درس إعادة الاستخدام الجزء الأول مفهوم التدوير وإعادة الاستخدام ماذا نعني به؟ أحسنتم معالجة المخلفات وتحويلها إلى منتجات مفيدة للإنسان ومن يذكر أهمية عملية التدوير وإعادة الاستخدام ممتاز الحفاظ على البيئة من أخطار التلوث الناتجة عن طرق التخلص من النفايات أعزائي الطلاب من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم ترجمة نانسي قنقر